العلاقات المصرية الكويتية نموذج يحتذا به في العلاقات الدولية فهي متجذرة وتاريخية جسدتها العديد من المواقف الأخوية بين البلدين تأسست العلاقات الرسمية بين البلدين الشقيقين في إعقاب إعلان استقلال الكويت رسميا عام 1961 وأخذت العلاقات في التنامي بين الجانبين كما يتم التنصيق السياسي بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات وخلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت العلاقات المصرية الكويتية زخما كبيرا خاصة في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهم وجاءت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت للنهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشارك وتعزيز علاقات التعاون التاريخية والراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر وتكتسب الزيارات بين البلدين أهمية كبيرة نظرا للتحديات الجسام التي تعصف بالعالمين العربي والإسلامي وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك للتصدي لتلك التحديات ومواجهة التهديدات التي تهدد مستقبل المنطقة والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالة فمصر تؤكد دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقراره سياسيا واقتصاديا وعسكريا في حين تؤكد الكويت دائما دعمها الكامل لمصر في مختلف المواقف وتقوم العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي على المحبة والود المتبادل من منطلق الأخوة والعروبة وتحظى الجالية المصرية المتواجدة في الكويت باهتمام ورعاية كبيرين من جانب القيادة والشعب الكويتي وقد كانت مصر وستظل في قلوب الكويتيين الذين يكنون لها كل معاني التقدير والاحترام وفاء للعلاقات الطيبة بين البلدين وتقديرا للدور المصري الذي سيبقى محفورا أبدا الظهر في عقولهم وذاكرتهم مزيد من القوة والأهمية تعكسوا العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت التي تعززت بالزيارات المتبادلة على مستوى القيادات السياسية والوفود الاستثمارية أيضا إذ استطاعت مصر أن تعزز من مكانتها كسوق جاذبة للاستثمارات خاصة في ظل ما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية عكست ملامح وشخصية الجمهورية الجديدة فهناك إرادة حقيقية لدى المستثمرين الكويتيين لزيادة تلك الاستثمارات في السوق المصرية والتي ينظر إليها على أنها سوق واعدة تتيح مصر عواعد استثمارية جاذبة للمستثمرين إضافة إلى ما تتيح من فرص إعادة تصدير المنتجات إلى الأقاليم الجغرافية المرتبط بها اتفاقيات معاملة تفضيلية بالنسبة إلى مصر سواء على مستوى القارة الإفريقية أو الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية والدول الأسيوية كل هذا إلى جانب ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي فمع تولي الرئيس عبد الفتاح سيسي الحكم تم التوافق على إنشاء مجلس للتعاون المصري الكويتي من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وزيادة التنسيق التجاري والاقتصادي بينهم وفي الثامن عشر من فبراير من عام 2015 أصدرت وزارة التجارة قرارا بتشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي ونص القرار على أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرا دوريا نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن نشاطات ومقترحات وخطط المجلس المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر والكويت ليسهم الصندوق الكويتي للتنمية في تمويل العديد من المشروعات في مصر تجاوزت خمسين مشروعا ضمن قطاعات متنوعة باستثمارات تقترب من أربعة مليارات دولار وتضم محفظة التعاون مع الصندوق كذلك أربعة عشر منحة فنية بقيمة وصلت إلى ثمانية وأربعين وستة من عشر مليون دولار بينما تضم محفظة التمويلات الإنمائية الجاري تنفيذها مع الصندوق الكويتي للتنمية أكثر من عشرين مشروعا بقيمة استثمارية تجاوزت مليار دولار من بينها مشروع لاستصلاح أربعمائة ألف فدان في شمال سيناء وتنفيذ محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة وإنشاء خمس محطات لتحلية المياه في سيناء